باعي عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور معتاز محلي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحث الأمنية والاستراتيجية الخبير الاستراتيجي والعسكري مساء الخير أهلا بك معنا دكتور معتاز عندما نتحدث عن قرب استكمال تطويق الموصل القديمة إلى أي درجة هذه المرحلة تعتبر من ربما غير ما يعتقد كثيرون من المراحل المهمة والممهدة لتقدم طبعا بقت مساحة قليلة جدا من الساحة الليمن تعتبر هذه المنطقة نقطة شروع إلى تحرير هذه الجزء الباقي من هذه المنطقة الحساسة جدا والتي كانت دائما تعقدون تقدم القوات العراقية خصوصا بعد لجوء داعش على حص المواطنين وبكثافة في داخل الدور وكذلك أمام فوهات النيران يعني هو القناص يقف أمام المواطنين ويضرب فوق رؤوسهم القوات العراقية ولا يبدو أي إنسانية لأنواح التي تسقط أو التي تسودها الرعب من خلال هذه الرمي المباشر على القوات العراقية وغيرها من الساليب التي تبعتها مسلحي داعش إذن نحن في منظور عسكري المنطقة ساقطة عسكريا وعملت الزنزاف مستمرة ولكن هذه المعوقات هي القاسم المشترك لحرب الشوارع عندما تلجأ داعش إلى الدخول إلى المناطق الضيقة والدور القديمة وتكون لها مصدات للحفاظ على نفس القليل من أنفاز الباقية في هذه المنطقة طيب بالمناطق المحيطة بالموصل القديمة دكتور معتز عسكريا هل من صعوبة تذكر لاستكمالها نهائيا المناطق التي تم مفروض استعادة أغلبها طبعا هناك صعوبة بوجود مواطنين كثيرين لا يزالون محاصرين في داخل هذه المنطقة باتجاه المجمع الشفاة أو ما يسمى مستشفى مدينة طب الموصل وكذلك الطريق الملتوي والقصير باتجاه جامع النوري كل هذه المناطق لا تزال تحت أيدي المسلحين ولكن يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مرونة في استعمال الجانب الإنساني لخروج هؤلاء المواطنين بسهولة من هذه المناطق ثم اقتحامها من قبل قواتنا لأن العدو هو مستمكن في هذه الأماكن منذ فترة ويعرف أين يخرج وأين يلجأ حتى يطول أكثر فترة زمنية وهو يضحي في نفسه يوميا لأنه لا مجال عنده فقط الموت أو الدفاع عن هذه الأماكن الباقية القوات طبعا حذرت السكان ما الخيارات أمامهم اليوم دكتور معتاز نتحدث كما ورد في تقريرنا عن 100 ألف تقريبا لازالوا محاصرين في الداخل تقريبا هذا العدد الذي يعطي إحصائية أحيانا غير واقعية ولكن في رأيه عدد قليل باقي لأن أكثر العوال قد خرجت قبل أيام خصوصا بعد فتح ممرات آمنة وكذلك لجوهم إلى فترات الليل وكذلك خروجهم بسرعة دون التفاف إلى النيران التي تنصب من خلفهم من قبل داعش وهذه هي المشكلة التي تعاني منها تلك العوالي لأنها تخاف النيران من خلفهم وأصبحت الساحة مفتوحة لكل الأبنية في هذه المعقل المهم في الزنجيلي قد أصبحت مباحة للقوات العراقية ودمرت نهائيا ولهذا أصبحت المنطقة مكشوفة حتى لخروج العوائل فالقناص يتصيد حتى العوائل ويرمي عليهم عندما يشاعدهم يخرجونه في الليل أو يخرجونه بسرعة هربا من سلطتهم باتجاه القوات العراقية من الأقوى عسكريا سيكون بحرب الشوارع المتوقعة عند دخول موسي القديمة دكتور موتاز طبعا القوات العراقية متمكنة شي طبيعي لأنها ليس هذه المعركة الأولى لها معارك سابقة في الجانب العيسر وهناك معارك أكثر من ثلاث أشهر في هذا الجانب حرّت أكثر من 45 حي مهم جدا وبقت هذه اللعياء البسيطة جدا معامل القوات العراقية طبعا المختلف حتى في طبيعة السكان أيضا وفي طبيعة التضاريس وطبيعة البيوت ولهذا أعتقد تستعمل قواتنا سياسة النفس الطويل لمعالجة مسلحي داعش وقتلهم ثم خروج المواطنين بسلام إلى مناطق آمنة وهذا هو المهم القادم للقوات الشرطة الاتحادية أو الفرقة التاسعة أنا أشكرك جزيلا دائما بغداد معنا دكتور معتاز محي عبد الحميد مدير مركز الجمهوري للبحث الأمنية والاستراتيجية خبيل استراتيجي والعسكري شكرا دكتور معتاز